بسم الله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده أعزائي الطلاب طلاب صف أول ثانوي مرحبا بكم مع الدرس الأول من الوحدة التدريبية الثالثة بعنوان الكفاية القرائية عنوان الدرس الأول من الإسبوع الثامن أدوات قارئ النص الأدبي المعرفة المعجمية ثروة لغوية واسعة نتيجة لقراءات واسعة في مختلف المجالات قدرة على استخدام المعاجم للبحث عن معاني المفردات الغريبة قدرة على اكتشاف معاني المفردات الغريبة من سياقها في النص قدرة على استدعاء المعاني الإحائية والظلال المرتبطة بالمفردة المعرفة النحوية معرفة العلاقات النحوية بين المفردات داخل الجملة أي الوظائف النحوية للمفردات والجمل معرفة الروابط النحوية والمعنوية ودلالتها الحروف والألفاظ الرابطة أي الضمائر حروف العطف الاستدراك التعليل التشبيه التلخيص التفسير إلى آخره معرفة المكونات الأساسية للجملة وطريقة ترتيبها في الجملة سواء كانت جملة اسمية تتكون من مبتدأ خبر أو جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به كذلك أداة الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط إلى غير ذلك من مكونات الأساسية للجملة معرفة أصول المعاني للأساليب النحوية المختلفة كالنداء أي بمعنى التنبيه وطلب الإقبال الاستثناء بمعنى إخراج الجزء من حكم الكل الأمر بمعنى طلب القيام بالعمل إلى غير ذلك من الأساليب المختلفة المعرفة البلاغية نظم الجملة ترتيب الألفاظ داخل الجملة ترتيبا مغايرا لأصل ترتيبها النحوي استعمال الأساليب النحوية في معاني جديدة مغايرة لأصل معناها الموسيقى اللفظية كالوزن الشعري أي التوازن بين الجمل في النثر وكذلك القوافي الشعرية والسجع والجناس والتضاد التصوير الفني كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتورية والرمز الثقافة ثقافة النص معلومات عن النص ظروف إنشائه أراء النقاد فيه خبرة القارئ بنصوص مشابهة في النوع والموضوع ثقافة عن الأديب سيرته الأدبية أعماله الأخرى ثقافته وتوجهاته الأدبية وآراء النقاد فيه ثقافة أدبية قراءات موسعة ومنوعة في جميع الفنون الأدبية قراءات موسعة لنقاد مشهورين معرفة الأسس الفنية للفنون الأدبية المختلفة وأخيرا بعض الثقافات العامة مثل معرفة بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية لمجتمع الأذيب عبر العصور كذلك معرفة البيئات الجغرافية المختلفة وأثرها في حياة الناس وسلوكهم اللغوي كذلك سعة للطلاع في شتى مجالات المعرفة الأخذ من كل فن بطرف إلى هنا عزاء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا من الإسبوع الثامن أسأل الله أن ينفعكم بهذا الكلام حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر